السلام عليكم التسويق بالعمولة مجال ربحي وللأسف إحنا كعرب ما نهتم فيه أو نشوف مدخوله جدا قليل وأفضل الطرق إنك تكون مسوق في أكثر من موقع أو تعمل في أكثر من موقع عشان يكون عندك نهاية الشهر مجال ربحي كويس وصدقني لو سويت حساب في البايبال واشتغلت في أكثر من موقع حتى لو عمولات قليلة في نهاية الشهر راح يكون عندك دخل شهري عالي في حلقة سابقة شرحت موقع Redbubble بالتفصيل وسوينا حساب مع بعض وبعد كم يوم من الحلقة جاتني إشعارات في الإيميل أن التصميم اللي سويناه مع بعض في الحلقة انباع ثلاثة مرات رغم أني ما سويت ولا شيء وقفلت الموقع بعد الحلقة مباشرة راح أترك لك رابط الحلقة في الوصف تحت ورح أخصص قائمة تشغيل في القناة خاصة بالتسويق بالعمولة عشان يكون عندك مجالات ربحية كثيرة يهلا والله وحياكم والله من جديد اليوم نبغى نتعلم كيف نسوق منتجات عليكسبرس اختار أي منتج أنت تبغاه وسوقه في كل مكان الموضوع جدا بسيط نبدأ مباشرة وندخل على عليكسبرسة في اليات ورح أترك لك الرابط في الوصف تحت طبعا زي ما تشوف هنا عندك الانديفاجيول والكمبني وهي اللي يقصدون فيها أنه أفراد ولا شركات وفي وضعنا هذا راح نختار أنه إحنا نعمل على أساس أننا أفراد طبعا بكل سهولة تيجي وتعبي البيانات اللي هي الفرست نيم واللاست نيم وأشياء جدا سهلة وبسيطة راح نعبيها مع بعض في الخانة الأولى هنا عندك الفرست نيم وبعد كده عندك اللاست نيم وهنا أبغاك ضروري تختار لأنك أنت منت شبكة أو منت أكثر من شخص قاعد تشتغل في هذا المجال بعد كده تختار الدولة وفي وضعنا هذا راح نختار ساودي أرابيا تنزل تحت وتضغط على نيكست بعد كده تيجي على المعلومات الويب سايت زي ما تشوف كاتب لك كومبليت يور ويب سايت انفورميشن لو نزلت تحت شوي تعبي البيانات وهي بيانات جدا جدا سهلة في الخيار الأول أبغاك تحط نيتورك وفي الخيار الثاني هنا راح تختار أفلييت وهنا راح يطلب منك الاسم ورابط اليو آر إل وهنا يقصد انك تختار اسمك واليو آر إل مثلا أي حساب لك في السوشال ميديا أو مدونة أو موقع شخصي أو أي أن كان خلونا على سبيل المثال نختار أي شي وراح نختار هنا مثلا رابط حسابنا في تويتر كل الموضوع كوبي بيست بعد كده راح يقول لك أعطيني ثلاث دول أنت راح تسوق لها على سبيل المثال أبختار أول شي سعودية أرابيا ونختار مثلا جوردن ونختار مثلا أي دولة أخرى مثلا جمايكا بعد كده يطلب منك أعطيني ثلاث أقسام راح تسوق لها على سبيل المثال نبغى نسوق للاكسسورات مثلا ونختار أي ثلاث أقسام مو ضروري جدا يكون أسواق فعلا أنت تبغى تسوق لها بعد كده تنزل تحت و تجيك خانة الديسكريبشن وهو يقول لك معناته أنه يبغى منك وصف أو طريقتك اللي راح تسوق فيها لي منتجات عليكسبرس وتقدر كمان لو اكتفيت أنه تقول لهم أنه أنا عندي حساب مثلا في تويتر أو انستغرام أو عندي مدونة حاب أن ننزل فيها منتجات عليكسبرس وأسوق لها بهذه الطريقة طبعا هنا الموضوع راجع لك ونضغط على نيكست بعد كده راح تجيك هذه الصفحة طبعا هي أغلبها بيانات اختيارية زي رقم الجوال والإيميل وغيره ولكن المهم جدا أنك هنا تختار وتحط إيميل وبعد كده تسوي send بعد كده راح يجيك إيميل بالكود كل اللي عليك أنك تنسخ الكود وتحطه هنا وتضغط على نيكست بعد كده راح تجيك الاتفاقية وسياسة الخصوصية تأشر عليها وفي أيقونة خاصة بالنشرة البريدية لو حاب تشترك معاهم وبعد كده تضغط على confirm وبكده يكون رسلت كل البيانات وراح يراجعون الطلب ويردون عليك في مدة أقصاها يومين إلى ثلاثة أيام وبعد كده راح يفتحوا لك حساب أفلييت في عليك سبرس طبعا أنا عندي حساب فعال وشغال لذلك ما راح أنتظر يومين ولكن راح أكتفي بإني أعلمك كيف الطريقة اللي تسجل فيها في البرنامج تعالوا نروح مع بعض لحسابي بعد الموافقة على حسابك راح تدخل على حسابك العادي في عليك سبرس وتنزل أسفل الصفحة وتختار برنامج الولاء أو أفلييت بروغرام وراح يفتح عندك الداشبورد مثل هذه الصفحة طبعا عمولاتك راح تجي هنا وكل تحليلاتك تقدر تتابعها من هنا طيب نيجي الآن لكيف اختار المنتج اللي حاب أسوق له أول شي لو دخلت على برومو تولز بعدين اخترت لينك وجاتك هذه الصفحة الآن أبغاك تروح موقع عليك سبرس وتختار أي منتج أنت حاب تسوق له أو حاب أنك تخلي الناس يشترونه وبنفس الوقت تجيك عمولة على سبيل المثال أنا جهزت هذا المنتج كل اللي عليك أنك تاخذ الرابط هذا فوق كنترول سي وتروح هنا وتلصقه بكنترول V وتضغط على Get Tracking بعد كذا راح يظهر هذا الرابط عندك وهو رابط خاص فيك يعني أي أحد راح يشتري المنتج من رابطك راح تجيك عمولة طيب نيجي ناخذ الرابط وننشره على سبيل المثال في حسابنا في تويتر كل اللي عليك أنك تدخل حسابك مثلا وتحط أي شي تكتبه هنا أو تغريدة معينة تكتب مثلا ساعة رجالية مميزة وتضغط Control V وتنسخ الرابط أو خلينا ننزله تحت شوي وتسوي تغريد زي ما تشوف هنا ظهرت عندك الساعة الرجالية مميزة وظهر عندك التغريدة بشكل جميل جدا مجرد أحد يشتري من هذا الرابط راح تجيك عمولة مباشرة خلونا نهدف التغريدة وبنفس الطريقة تسوق للرابط في كل حساباتك في السوشال ميديا وبكذا يكون أعطيتك فكرة بسيطة عن أهم النقاط اللي ممكن تواجهك وإذا واجهتك أي مشكلة أكتبها ليتحت في الكومنت راح نحلها مع بعض إن شاء الله ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلك إشعار بالحلقة القادمة كنت معاكم أنا أحمد سليمان ودمتم بكل خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر